موسيقى الرئيس السيسي يتفقد مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية ويوجه تحية إعزاز وتقدير لعمال مصر موسيقى ترامب يصف الانتخابات الرئاسية بالمزورة والفاسدة ويؤكد أن الأمريكيين لن يقفوا بجانبها موسيقى الصحة العالمية تسجل 657 ألف إصابة بكورونا في حصيلة قياسية للإصابات اليومية في العالم موسيقى الخامسة صباحاً الثالثة بتوقيت جرانيتش موجز إخباري يأتيكم من القاهرة أهلاً بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه تابع بفخر حجم الإنجاز وسير العمل الذي يتم بأياد مصرية مخلصة من عمال مصر في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة وفي تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وجه الرئيس السيسي تحية اعتزاز لجهودهم المتميزة وسواعدهم المنتجة على طريق العمل والعطاء وتعزيز مسيرة التنمية والبناء بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي برقية تعزي في وفاة رئيس مالي الأسبق أمادو توماني توري وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أعرب خلال برقيته عن خالص التعزي إلى الشعب المالي الشقيق ولكافة الأشقاء الأفارقة في وفاة الرئيس الأسبق أمادو توري الذي يعد من أحد أبرز القادة الأفارقة الذين طالما ندوا بدعم المبادرات التي تعزز من استقرار دول القارة وازدهار شعوبها كما أكد الرئيس السيسي أن مصر لن تنسى جهود الفقيد في تعزيز أواصر العلاقات الثنائية بين مصر ومالي فضلا عن دوره البارز في النهوض بمالي من خلال العديد من المشروعات والمبادرات التنموية في كافة المجالات عبر إثيوبيون فارون من الحرب في منطقة تيجري بشمال البلاد نهرا حدوديا إلى السودان المجاور بعضهم في قوارب وبعضهم عن طريق السباحة وفي حديثهم لرويترزي في بلدة حدودية سودانية سرد الفارون روايات عن الصراع المتصاعد وقصصا عن هجمات بالمدفعية وإطلاق النار في الشوارع مع امتداد القتال إلى ولاية أمهر المجاورة وقتل المئات منذ أن أرسل رئيس الوزراء الإثيوبية بأحمد القوات الاتحادية لشن هجوم على القوات المحلية في تجري الإسبوع الماضي متهما إياها بمهاجمة قوات اتحادية في غضون ذلك أفادت وكالة بلومبرغ بأن وزير الخارجية مايك بومبيو لن يكتمع بأردغان أو غيره من أعضاء حكومته خلال زيارته لتركيا الإسبوع المقبل الأمر الذي اعتبره المسؤولون الأتراك إهانة وقالت الوكالة أن بومبيو سيقتصر زيارته في تركيا على لقاء شخصيات دينية في إسطنبول لكنه لن يسافر إلى العاصمة أنقرة أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هناك مئة الآلاف من الناس يظهرون الدعم له في العاصمة واشنطن مؤكدا أنهم لن يقفوا إلى جانب ما وصفه بأنها انتخابات مزورة وفسدة كما أبدى ترامب في تغريدة له على موقع تويتر ثقته في الفوز في الانتخابات الرئاسية بعد النظر في الطعون المقدمة على النتائج وهجم ترامب كذلك وسائل الإعلام الأمريكية بسبب مواصفه بتجاهلها لمظاهرات مؤيذة اندلعت أعمال عنف في بيرو خلال احتجاجات في العاصمة ليما دعما لرئيس المعزول مارتين فيزكارا جاءت المظاهرات احتجاجا على تصويت البرلمان بتجريد الرئيس فيزكارا من صلاحياته كما تولى رئيس البرلمان مانويل ميرينو منصب الرئيس المؤقت للبلاد ورئيس الحكومة كما أفادت وسائل إعلام محلية بأن بعض المتظاهرين والصحفيين أصيبوا جراء اطلاق الشرطة الغاز المسي للدموع وطلقات الخرطش أفادت منظمة الصحة العالمية بتسجيل 657 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العالم ما يمثل حصيلة قياسية لهذا المؤشر تمثل هذه الحصيل ارتفاعا قياسيا للإصابات بالفيروس على أساس يومي في العالم كما جاءت أكثر من 43% من الحالات الجديدة من نصيب المنطقة الأوروبية انتهى الموجز ولنا أن نحي تعلم السادة المشاهدين بأن تردد أكستر نيوز HD 12303 معدل الترميز 27500 ومعاملة لاستقطب أفقي إلى اللقاء اشتركوا في القناة